توجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى دولة قطر على رأس وفد من المجلس وتاتي الزيارة تلبية لدعوة رئيس مجلس الشورى القطري حسن ابن عبد الله الغانم حيث من المقرر أن يعقد الجانبان المصري والقطري مباحثات موسعة تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعيدة خاصة على الصعيد البرلماني كما ستتناول المباحثات كيفية تعزيز التعاون البرلماني المصري القطري ودعمه على كافة المستويات